استعراض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقاريرا حول جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وجدد مدبولي التأكيد على أهمية دور المبادرة الرئاسية في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء إلى جانب خفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين وأوضح التقرير أن ما تم زراعته من أشجار ونخيل بالطرق والمحاور الرئيسية خلال العام المالي الحالي وصل إلى نحو 635 ألف شجرة ونخلة بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية ويجرى استجمال العدد المستهدف تنفيذه خلال العام المالي الحالي والذي يقدر بمليون شجرة